بسم الله الرحمن الرحيم ونعيد هيكلة الدولة بما يتناسب مع المواطن المصري وطبعاً ده لها غاية النهاردة لم يحدث منه أي شيء سوى شيء واحد بس ريحنا حصن مبارك وقعدنا في فندق تقريباً وبنأكله استكوزة وجنباري ومن بحي الأحمر على فكرة ده اللي احنا عرفناه اتنين ماذا يفعل بنا الآن المجلس العسكري كل اللي بيعملوا فينا المجلس العسكري أنه هو الحمد لله رب العالمين بيفتت الشعب المصري وبيوصلوا لمرحلة أنه ممكن في الآخر يبح بعضه ووصل الناس اللي ما كانتش طمعانا في أي حاجة للطمع في كل حاجة ووصل الأحزاب اللي ما كانتش بتشتغل للصالح بس حصن مبارك أنها النهاردة بتتكلم باسم الشعب وبرضه ما فيش أي حاجة بتفيد المواطن بل بالعكس وكل واحد بس بيجرع الكرسي اللي احنا مش عارفين العف الشخص ولا العف الكرسي ولا العيف اللي بينجد الكرسي يعني برضو يعني هنحاول نوصل بالمعلومة دي عشان نفتكو فيها يعني وإحنا بنشكره برضو على فكرة يعني احنا بنشكر المسيق بس عسكارة على حكات كتير جدًا يعني بنشكره على الناس اللي تحبست وبنشكره على الناس اللي طيقلت وبنشكره على الناس اللي ماتت وبنشكره على ضي 일�دم الشهداء وبنشكره على براية حصن مبارك اللي يعني مش عارف يعني أنا بس نفس أفهم بس المشير وكان بيقول ان انا بشهد الحق فانا مش عارف الحق اللي كان في تخرج الدفعات تحت الكلية ولا اللي قاله في المحكمة ولا اللي قاله في افتتاح مصنع الكيمويات في الفيوم اكيد فيه علة يعني بس انا خايف ان يكون الحق اللي هو قاله في المحكمة وفي المصنع لان ده هيبقى كرسى على الطلاب اللي كانت خارجها وهي بتسمعه وبيقول عكس هذا الكلام المحاقة التالتة برضو انا اتوالها معكم في الكلام ليه احنا يعني او ليه المجلس الاسكري تم التلاوه في حتة الدستور بالاستفتة لان طبعا المجلس الاسكري ما كانش يلاقي حل الصوار ليهم شرعية لازم ان نحكم بيها فعلشان يخرج منها ولد لنفسه شرعي وولدها عن طريق ايه الاستفتة اللي هو لما طلع نعم غرق البلك كلها في كل المشاكل اللي انتو شايفينها حاليا عشان بس تبقى الناس واضحالها الرؤية مصر الى اين ده اخر نقطة النهاردة انا اتوالها في الحديث برضو سريعا لكن ان شاء الله في الفترات اللي جاية هنقول الكلام ده بالتفصيل مصر الاين مصر يا جماعة فيها قوانين بقالها سبعين سنة بتربلنا قيانات الفساد مصر يا جماعة محتاجة اعادة هيكلة في قوانينها لان احنا لو جبنا ملك من السماء حطناه على القوانين اللي بتدري هذه البلد هتصنع منه فاسد 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 لان احنا سبنا صلاحيات الفساد في ايدين من يرقصنا سبنا صلاحيات التشريع في ايد في ايدين من يرقص منظومة الفساد طرقنا اراضينا طرقنا مصنعنا طردنا ولادنا فقدنا الانسان مواطن المصر انتماؤه وكل هذا الكلام مش ناتج من الاشخاص اللي كانت موجودة لا ده ناتج من طريقة عمل قوانين سياسية تم من خلالها تسييس هيئات وقطاعات الدولة لصالح منصومة الفساد ومنظومة الفساد دي بالتبعية تبقى لقوانين بتديرها امريكا واسرائيل وفي الاخر يطلع الفيلم الجميل بتاع ايه امن اسرائيل والله اعلم فاحنا كل هدفنا اللي احنا بنخرج منه ان احنا كيفية اعادة سياغة الدولة بأسس تتناسب مع المواطن ماشي وسرخنا وتعبنا وقلنا يا ريت حتى ناخد بعض الاهداف اللي هي فعلا المواطن محتاجها لو شلنا فلوس الزبالة اللي في القهربة اللي ملاهاش ايه لازمة وبتتسرق والله يصدقوني المواطن هينبسط لو احنا نجحنا النهاردة نيجي نقول ان الموظف فعلا يشتغل طبعا برضو انا عارف ان الموظف بيشتغل 13-23 ثانية في اليوم فدي كرسع يعني بس عشان بس الناس بس ما تفتكرش الموظف اللي طالع يتظاهر دوت لا يعني اشتغل واخد حقك تمام لكن احنا مصرين على مبدأ التغيير وليزر اصلاح في مصر مصرين على ان الصورة هي صاحبة الشرعية وليس المجلس العسكري هو صاحب شرعية انه ياخد القرار ضد الشعب فهذا الكلام لازم ان الناس تفهموا واحنا ان شاء الله هنعمل نموذج ظريف جدا وهنشكل حكومة ثورية وهنبدأ نوضح للناس تمام دور الحكومة ايه في اي وطن بيخاف على مواطنيه وناسه وارضه وكل حاجة فيه وشكرا